السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعيني معاكم دعاء زغلول في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تكنيج جديد خاصة بتزين الكيك وهو الكراكلد افكت او تجزع الشجر او تشككه هنعمل التكنيج بطريقة جدا بسيطة ان شاء الله ولو حابين تشوفوا اي فيديوهات تانية في نفس الموضوع تقدروا تكتبوا على اليوتيوب الكراكلد افكت هتلاقوا طرق تانية كتير لو حابين تستفيدوا كمان منها يلا خلينا نشوف هنبدأ على طول وهنعمل ايه اول حاجة انا هنا جبت عجينة سكر لونها ابيض حابة وضح اول حاجة احنا هنشوف احنا عايزين اللون اللي من بره ده يكون لونه ايه انت بتختاري اللون اللي انت عايزاه اللون اللي انت هتختاريه هو اللي يكون متشقق بره يبقى هو اللي هنعمله بالطريقة دي وهنخليه ينشف فانا هنا جايب عجينة سكر عادية وهحط عليها مادة CMC او تجيبه جوم بيست لاني انا محتاجاها تنشف عشان اعمل بيها التكنيك ده فانا حطيت عليها مادة CMC وهبتدي ان انا اعجم فيها كويس جدا وهبتدي افردها زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي وبعد ما بفردها بزبطها بالمئاس اللي انا عايزاه وهسيبها تنشف مهم عندي ان الطبقة دي اللي هي الخارجية اللي هتتشقق انا عايزاها سمتها يعني رفيع جدا رقيق جدا جدا على قد ما العجينة تجيب معاكم يعني وتكون خلاص يعني ايه جبت اخرها طبعا مش هنخليها لحد ما تتقطع يعني بس يعني معنى الكلام احنا عايزينها رقيقة قوي قوي لان كل ما كانت هي الطبقة رقيقة هتندمج في الطبقة اللي من تحتها وهيبان الشكل كأنه طبيعي جدا وهيبقى الشكل افضل انا دلوقتي بحاول ازبطها على قد المئاس اللي انا عايزاه لو يعني انا هلف بيها الكيك كله بدون مقطعها يبقى هعمل حسابي اني انا تكون مئاس هيلف الكيك كله لكن انا هنا طبعا بجرب معاكم فبعمل قطعة هعمل يعني الشغل على قطعة صغيرة وكمان حتى في الطول بتاعها برضو بشوف انا ارتفاع الكيك عندي قد ايه وهقيس الكيك عندي وابقى عارفة وازبط كمان في القطعة اللي عندي وبسيبها ترتاح بقى خالص هتاخد ليلة كاملة على ما تنشف وهنا خلاص بعد ما عجين السكر عندي نشفت تماما زي ما انتم شايفين شكلها هي كده نشفه خالص هنبتدي بقى نشوف الخطوة التانية هنعمل ايه بنجيب عجينة سكر باللون التاني اللي انا عايزاه في الخلفية انا هنا عاملة اسود جبت عجينة سكر اسود وفردتها وزبطتها على المقاس برضو اللي انا عايزاه وهبتدي احط عليه القطعة البيضة اللي احنا عملناها من قبليها بيوم ونشفت معينا هنجيب بقى النشابة وفردت عجينة السكر انا هنا مستخدمة دي علشان هي شوية تقيلة وهبتدي اضغط على عجينة السكر زي ما انتم شايفين معايا كده هتبتدي اللي اتنين يلزقوا مع بعض ويتقصروا ويديني الايفكت الجميل اللي احنا شفناه في الاول الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي مشاكل ما فيهوش اي حاجة اكيد اغلبكم ما كانش متوقع ان هو الموضوع بالبساطة دي هيبتدي العجينة دلوقتي تتشقق معايا وتزهر وكل ما انا هضغط عنا الشابة كل ما كانت هيديني التجزيع ويبان اللون اللي من تحت لو انا حبه اللون اللي من فوق هو اللي يكون ظهر اكتر هنضغط على خفيف لو لا واضغط قليل لكن لو حبه ان اللون كمان الاسود يظهر اكتر والتشققات تظهر اكتر فاحنا هنضغط جامد ونضغط كتير هبتدي بقى ازبط القطعة عندي وازبط مقساتها انا طبعا هقطعها زي ما انتم شفتوا معايا في الاول ازاي انا بقطعهم هو افضل طريقة ديها ملفهاش ملفش الكيج بيها على بعضها كده لا بيبقى شكله افضل لما بنقطعه قطع صغيرة ونلزقه على الكيج لما بيتحط كده لا شكله مصدريف قوي تقطعته بتكون بتدي شكل جمالي افضل زي ما انتم شايفين معايا كده نقطة صغيرة نسيت اقولها ان عجينة السقر اللي هي من تحت يعني احنا عندنا طبقتين الطبقة الاولانية اللي حطناها مادة CMC وسبناها تنشف الطبقة التانية عجينة سقر عادية جدا طرية مش حطا لها اي حاجة لأ نوع عجينة سقر العادي بتاعتنا الفندنت ولما باجي هفردها مش برققها قوي زي الطبقة الاولانية لأ انا محتاجاها سميكة شوية عشان انا لما هاجي بيننا الشابة وافرد الاتنين مع بعض هي هتبتدي تتفرد معايا جامد فلو انا عاملها رقيقة هتتقطع مني واداني هطبوز معايا فاني بقى سمكها معقول عشان لما اشتغل هي هتبتدي ترق وتزبط وتاخد المقاس المزبوط دول انا كنت عاملها ملازقاهم من قبل كده فان شاء الله هنعمل مع بعضينا الشكل التاني الادهب يشوفوه معايا وفي الاخر هنعمله مع بعض ان احنا نلزقه على الفلين ده كأنه اعتبارا ان هو الكيك ونتكلم على ازاي نلزقه هنشتغل بنفس التكنيك اللي احنا اشتغلناه في الاول انا عايزة الطبقة اللي من فوق بدل الابيض اللي احنا عملناها عايزاها دهبي فعندي تلات اختيارات ان انا اخد عجينة لونها بني او لونها ابيض او لونها اصفر الاصفر هو اكتر درجة بتديني اللون المذهب لما اجي اعمله بالدست زي ما هتشوفو معايا اكتر لون بيديني لون حلو اللون البوني بيدي برضو بس الاصفر احسن الابيض بينفع برضو بس يعني ما بيبقاش براونك العجينة اللي لونها اصفر اشتركوا في القناة وهنا انا بدأت تلون العجينة البوني بتاعتي بعد ما نشفت باللون دست المتوفر عندي بفرشة يعني صغيرة او فرشة كبيرة كده زي فرشة الميكوب بدون مدوبه في حاجة لا هو انا على طول بالدست على طول بالفرشة كده بدون اي مدوبه ولا مية ولا اي حاجة بيدي اللون وزي ما انتم شايفين معايا كده هو اللون حلو جدا بس التصوير شوية مش مبين اللون الدهبي وهنجيب القطعة التانية خلاص المدهب دي نشفت تماما وجهزة جبت البنكو فردتها وهبتدي نفس اللي عملته في الاول بالنشابة اضغط عليها في حاجة بسيطة هزودها هنا انا عملتها انا لما بتيجي نحط الاثنين وطبع الاولانية بتكون نشفة جدا فبالتالي ما بتلزقش بسهولة مع التانية ما بيتمدمكش معاها بسهولة فبلاقي صعوبة وبتبتدي تتحرك وبتاخد مني وقت تعالى ما تتغسر فانا قلت هجرب ان انا هلزقها بمية تمام فحصل ان المية كدرت مني شوية فبدأ العجينة البني عطت لون للعجينة البنك فما خلتش لونها صافي اللون اللي ظاهرة عندي اللون البنكة هتلاقوه شوية عطي على بني مع واخد من الضاز فانتو لو حابين حسيتوا بصعوبة وان الاثنين مش لازقين في بعضه ومش عارفين ان انتو تخلوهم يتقصروا مع بعضيهم وحبيتوا تلزقوهم بمية او الزقوم باي حاجة بتقدروا يعني بتستخدموها اللازق عجينة السكر المهم لو استخدمتم مية فرشة خفيفة جدا 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 علشان ما يحصلش نفس المشكلة انا حبيت اظهرها معاكم ومعملش غيرها قلت عايدي ما فيش مشكلة عشان تستفيدوا من الخطأ اللي حصل معايا وزي ما انتو شايفين كده هي بتاخد يعني دقايق كده شوية على ما بتبتدي ان هي الطبقة اللي من فوق تتكسر وتندمج مع الطبقة التانية ونفس الكلام اللي حصل معنا في المرة الاولانية زبطتها وقطعتها بالشكل ده وهنبتدي نشوف بقا احنا بنتعامل معها ازاي هتقدري تلزقيها على طول لو انت مغلفة الكيك بتاعك بجناش بكريم الزبدة عادي تقدري تلزقي على طول ما فيش اي مشكلة يعني احنا بس بنجيب الكيك بنغطي من فوق بس وتقدري تلزقي على طول بس تكوني حريصة ان ما يكونش فيه مسافات بين القطع وبعضها علشان يعني ايه الجناش وخاصة لو بكريم الزبدة ممكن تسيح مثلا انه تبتدي تظهر عندي ويبقى الشكل مش تمام لو هتكوني قلقانة ممكن تغليف الكيك كله عادي بطبقة رقيقة من عجلة السكر وتبتدي بين بعد كده تدي التأثير ده تمام ما فيش مشكلة توفيرها للعبينة وللوقت وللأسعار والكل ده تقدري تلزقي على طول بس زي ما بقول تكوني حريصة انا بلزق عادي هتلزقوه بمية فرشة خفيفة ومية وتلزقوه على طول انا هنا برضو بلزق بمية بس يعني يمكن مش هتلزق بسهولة قوي عشان ده في اللين لكن طبعا سواء كريمة زبدة او جناش يعني ممكن تلزقوها على طول حتى بدون مية هتلاقيها لزقت مفيش مشكلة احنا كده لزقنا ثلاثة وقاط انا هكمل بقى الباقي عشان ما طولش عليكم الفيديو اكتر من كده والله بجد انا ببقى نفسي الفيديو يكون وقت قصير بس معلش بحب اقول المعلومات كلها اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون عجبكم ومن تنسوش اللايك والشير وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ودومتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة